بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكو في قناة تفسير احلام والرجية الشرعية. النهاردة هنتكلم عن اسماء لو شفناها في المنام فنبشر بتحقيق امنيات نبشر بزوال هموم يمكن من اجمل وافضل الاسماء اللي احنا ممكن نشوفها في المنام. اول اسم هو ذكر اسم الله في في المنام. اسم الله سواء ذكره او نشوف انه مكتوب قدامنا او مكتوب في السماء او سماعه كل دي من الرؤى اللي بتبشر الرأي اولا بقدوم اخبار سعيدة اخبار مفرحة. كمان من الرمز اللي بدل على تحقيق امنيات. من الرؤى اللي بدل على زوال ليه الهموم وزوال ليه الاحزان. اه من الرؤى اللي بتبشر الشخص كمان بحدوث امور سعيدة وامور مفرحة في حياته في الخطرة القادمة. اه كمان من الرمز اللي بتدل على تحسن اه في احوال الرأي كمان بشارة ليه برزق وبيه بقدوم خير وبقدوم اه نعم. اه من الرمز برضو اللي ما يشوف الشخص انه اه يعني بيذكر اسم الله او بيدعو اه بيه لو كان هو مريض فمن الرمز اللي بدل على شفاءه وتعافية. من الرؤى برضو لو شخص فقير فبيكون بشارة ليه بالرزق وبتحسن في اوضاعه للافضل وللاحسن. من الرمز اللي بتدل برضو لما يشوف الشخص اللي بيذكر اسم الله بسوء تعالي فيه خشوع. فبيكون بشارة بفك اه قرب بزوال الهم. اه كمان اه من الرمز اللي بتدل على قصرة الاعمال الصالحة للرأي. اسم الله برضو بيكون بشارة بنجاحات وبتحقيق انجازات في حياة الرأي سواء في حياته الشخصية او في اه عمله. اه برضو من الرمز اللي بتدل على تحقيق اه امنيات وتحقيق اه احلام وتحقيق اه اه انجازات في حياة الشخص. اه كمان اه لما يشوف الرأي انه اه بيذكر اسم اه الله فمن الرأي اللي بتدل على السمع الطيبة وعلى مكانها هيحصل عليها بين الناس. الاسم التاني لما يشوف الرأي انه اه يشوف اسم الله السميع. اه اسم الله السميع من الاسماء اللي بتبشر الشخص بسماعه اخبار آآ صارة. من الرمز اللي بتدل على صلاح حال الرأي لو كان هو آآ مقصر آآ في العبادات. فمن الرأي اللي بتدل على صلاح حاله وعلى تقربه لله سبحانه وتعالى. كمان اسم الله السميع لما يشوفه انه مكتوب عنده في البيت بيكون بشارة بصلاحها الابناء وكمان بشارة بمكانة آآ هيحصل عليها الرأي وكمان السمعة آآ طيبة. اسم الله السميع من الرموز اللي بتدل على حياة هادية. آآ بدون مشاكل. آآ بدون آآ خوف بدون آآ آآ قلق. كمان اسم الله السميع لما يشوف الشخص انه بيدعو آآ بيفة من الرموز اللي بيتبشره بقضاء حاجة. ومن الرموز برضو اللي بيدعو على حسن الخاتمة. اسم الله السميع لما يشوف الشخص انه بيدعو بيه وبخشوع وهو بيبكي بدون آآ صوت. فبيكون بشارة بالفرج. وكمان بتخطي صعاب وتجاوز محن اسم الله السميع لما يشوف الشخص انه بيده بيكون بشارة بانتهاء امر كان مزعج للرأي او كان مسبب له قلق او مسبب له خوف من الرموز برضو اللي بدل على قبول اعمال صالحة للشخص من الرؤى اللي بدل على نجاته من الغم بشارة بفرحة بشارة بسعادة قادمة الاسم التالت معانا نهاردة هو رؤية اسم الله الرحمن اسم الله الرحمن من الاسماء لما يشوف الشخص ان هو مكتوب في السماء من الاسماء اللي بتبشر للرأي بقبر خاطر من قبل الله سبحانه وتعالى وان لو في محنة او في ديئة من الرأي اللي بتشير ان ربنا سبحانه وتعالى مش هينسى الرأي وهيدعمه كمان هيحفظه هيهديه هيكرمه بالنصر كمان من الرؤى اللي بتدل على التوفيق في اموره كمان بشارة بصلاح احواله كمان رؤيته وهو مكتوب في السماء بيكون بشارة برضه بفرحة وبسعادة وبفرق وكمان برزء اسم الله الرحمن كمان من الاسناء اللي بتدل على علاه شأن للشخص ومكانه خصوصا لما تشوف ان هو بيسبح باسم الله الرحمن كمان اسم الله الرحمن الدعاء قبيب برضو من الرموز اللي بتدل على قبول الدعاء واستجابة الدعاء من الرؤى اللي بتبشر باستجابة دعوة كمان استجابة دعوة قريبا اسم الله الرحمن برضو من الرموز اللي لما شوف الشخص انه بيدعو بيها لو كان هو مريض فمن الرؤى اللي بتدل على شفاءه وتعافيه اسم الله الرحمن من الاسماء اللي بتدل على الغينة يمكن بعد فكره كمان الرضا بعد حزن وبعد ديئة من الرموز برضو اللي بتبشر الشخص بالنصر لو كان فيه خصومة او كان فيه مشاكل فمن الرؤى او عداوة فمن الرؤى اللي بتدل على النصر على عدو الاسم الرابع معنا النهاردة هو رؤية اسم الله الشافي اسم الله الشافي في المنام من الرؤى اللي بتبشر الرأي بحدوث امر مفرح يمكن بشكل غير متوقع خصوصا لما يشوف ان هو مكتوب في السماء لما يشوف ان داخل المسجد ولقاه مكتوب في المسجد فمن الرأي اللي بتدل على تغييرات في حياة الرأي والتغييرات دي هتقول للافضل وللاحسن لو كان الشخص مريض فبيكون بشارة ليه بالشفاء لو كان بيعاني من ازمات نفسية او بيعاني من وسوسة او من قلق كل دي من رؤية اسم الله الشافي بشارة ليه وخلاصه من المعاناة دي من الهموم دي كمان بشارة ليه بالفرج لما يشوف الرأي ان اسم الشافي مكتوب في البيت عنده فبشارة بزوال متاعب وخلاصه من هموم وخلاصه من خلافات وخلاصه من مشاكل احيانا بيكون بشارة كمان بخلاص الشخص من حسد او من سحر كمان اسم لما يشوف الرأي انه بيده باسم الله الشافي فبيكون بشارة برضو بتقربه لله سبحانه وتعالى وكمان بشارة ليه بالفرج وخلاصه من ديئة من اللوع اللي بدل على عون من قبل الله سبحانه وتعالى ليه لخروجه من محنة لما يشوف انه بيردد اسم الله الشافي برضو بيكون بشارة بوقوع امر او تحقيق امر يمكن طال انتظاره وبلوغه لمراضه وكمان تحقيقه ليه طموح وتحقيقه ليه هدف لو كان الشخص مهموم او بيمر بمهنة وشاف اسم الله الشافي فبيكون بشارة بتجاوز المهنة دي او تجاوز العقبات ديئة كمان لو كان حزين او كان بيمر بفترة فيها حزن او فيها ديئة فبرضو من الرموز اللي بدل على زوالها دول كانوا اسماء لو شفناهم في المنام فانا بشارة بالفرج بالنصر باستجابة دعوة بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم لو في اي سؤال او استفسار اكتبوا لي تحت وانا ان شاء الله هرد عليكم بشكركم جدا وشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامة